أعتقد أن كيروش سيلعب عمر مرموش وتريزي جي مع بعض أو سيبتدي مرموش وبعد ذلك ينزل تريزي جي وعايزة أعرف منك في حراسة المرمى لا الشيناوي ماشي بس بعدما أبو جبل كان محقق نجاحات كبيرة قوي الشرط هو دايما بيأخذ بآخر مطشاط الشيناوي مستعيد تقلقه ومستعيد قوته فدايما بيرجع لرقم واحد فأنتم تتكلم عن الشيناوي الأربعة لو ما غيرش أنا بتكلم على أنه هو اللي في ضغط عليه فكرة تلعب أربعة أربعة أتنين فحط عمر جابر مكان عمر كمال عب واحد وعمر كمال عب واحد يطلع قدام يعني بمعنى يبقى عمر جابر محمد عب منعم الوينش أحمد فتوح ضروا بقى الدفاع قدام يبقى فيها أربعة اللي هو هيبقى عمر كمال عب واحد إنيني عمر السلية ويحط تريزي جي معاه يبقى فيها أربعة قدام واثنين قدام مصطفى محمد ومحمد صلاح ويريح مرموح التغير ده ما أعتقدش أنه سيحصل لكن هو عايز يحط تريزيجيه مع الثلاثة الموجودين يبقى جنب النيني جنب عمر السلية على أساس يستفيد من تريزيجيه في النحية الدفاعية ويستفيد منه من ناحية الهجومية لأن تريزيجيه دايما هو يدي له دور تاني خلاف مرموح مرموح هي بناء من ناحية الشمال يبقى الثلاثة يعني هو يلعب أربعة ثلاثة ثلاثة الثلاثة اللي قدام مصطفى محمد مع محمد صلاح مع مرموح لأن مصطفى محمد بيرجع بها من الأدوار الدفاعية أحيانا هو عايز يأمن دفاعاته بحيث أنه ما يستقبلش جون لأن حضراتك عارفة يعني لوائح بتاع التحاد الدولي بتقول أن الجون في أرض المنافس بجونين في حالة التعادل فأنا النهاردة ما استقبلش جون واحز يجب ثلاثة مثلا آه عشان ثلاثة يعني يعني ما يقدر عليه الأهم حاجة ما استقبلش لأن أي هدف هما يجبوه هيستفيدوا منهم على أرضهم لو أنا وصلت لحالة التعادل فبالتالي هو بيأمن دفاعيا وبيلعب على هجم مرتد القراءة اللي هو لازم يبوى خباله منها أنه ممكن السنغاليين على بكرة يلعبوا بنفس الشكل اللي هو يستدرجك أنه يسيب لك السيطرة ويسيب لك الكورة ويستدرجك الهجمات المرتدة خاصة أنهما بيلعبوا بطريقة سريعة وكمان يبدأوا يستغلوا أخطاء التمركز عندك لأنك أنت هتبقى مندفع أحيانا تنظيم داخل الملعب الكورة بتطقطها ما بتستعدهاش بسرعة فيه شواء فيه تفاصيل بتبقى في الماتش هو ممكن يبدأ يستغلها خاصة أن أنت ممكن تلجأ لو هتلاحظ في ماتشاطنا اللي احنا لعبناها في طويلة أفريقية بنا نلجأ للكورة الطويلة أحيانا اللي بتلعبها لمحمد صلاح أو بتلعب كورة عالية لكن بكرة التفاصيل الصغيرة كيروش هيتعمل إزاي مع موقف زي ده مع السنار الحضر بتذكره دلوقتي هو هنا بقى البلان اللي هو بيعمله طب هو لو سابل السيطرة أنا هتصرف فيها إزاي سابل السيطرة يبقى أنا لازم ألعب على التفاصيل الصغيرة العرضيات بتاعتي تبقى متقنة الباص بتاعي يبقى متقن التزديدات عشان أقدر أوصل لي أمنع بقى لها جماعة المرتدة اللي هو هيعملها يبقى الضغط في أنحاء الملعب اللي يقل بدنية عالية جدا بتاعتي الضغط على المنافسة وحامل القرى بالذات بيبقى قوي جدا بحيث أن أنا أمنعه من الارتداد السريع المساعدات اللي هيعملها التلاتة اللي في خلط النص للمدافعين يعني مساعدة أمر كملعب واحد مساعدة فتوح تنظيم الجيد والوقوف الجيد داخل الملعب أنت هذه أنصاف الفرص تركيز قدام المرمى بحيث أن الفرص هي نصف فرصة قدر أجيبها جون لو قدرت في أول ربع ساعة أن أنا أجيب جون مباراة كلها هتتغير بالنسبة لي وهتتغير بالنسبة لهم لأن طبعا هو يحاول يتعادل أو يحاول يستعيد أو أن هو يضغط عليك فكل التفاصيل الصغيرة ده المدير الفني اللي هو بيبدأ يشتغل عليها لكن أهم حاجة اللي توصل للناس أن أنا عندي محشين تمام ده مهم جدا بالنسبة لتفكيرنا ومهم جدا بالنسبة للتعامل بكرة مع ظروف المباراة طيب عظيم